السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خليل جيمينج اتمنى ما يزعلاني مني هالسلسلة والله اخترشت لها لان الصراحة بتنزل ستي سكايلين هالسنة يمكن اخر السنة فقلنا نسوي شي بسيط تيم هالمواصلات والقطارات وانا نسيت اوصل هني شارع بنيت اساس المدينة في البداية ابا راويكم المخطط راح نمشي شوي على اسس مختلفة في هال المدينة طبعا كلمة تعودني عليه يسوي كل شي سيدة لكن هالمرة مش كل شي سيدة اشياء متغيرة شوي خلنا نبدأ اللعبة اتمنى هاي السلسلة توصلنا عشر ثلاث مشترك وفوق ومشاهدات وغير عشان نتحفز شوي بحاول ننزل حلقتين الى ثلاثة في الاسبوع ان امكن ان شاء الله لنتنزل ستي سكايلين الجديدة الحين هذا المخطط الهدف منه كامل اني اقعد اجمع لي عشرين الف واحد طبعا مدات تقريبا ما استعملت موف التول تمب حق الزحمة اللي متعودين عليه وبرزيشن انجينيرنج وبس الاندر ووتر والاندر جراوند باور اللي هي يستغني عن عمدان الكهرباء على اساس نبني على راحاتنا في المدينة ما اذكر اذا شغلت مود ثاني بس تقريبا ما في مدات في الستي سكايلين وخاصة بعد اخر update راح يكون فيها وائد اشياء الحين طبيعيا ننزل وائد في السالب لان الصراحة الطريقة اللي انا سويت فيها شويها لان لكم عليها يعني من زمان ما لعبت بعد شوي مصدي انا للاسف يعني ممكن نبدأ ان نسويها destruct من البداية بس محتاجين الف وائمية وعلى فكرة كل عام وانتوا بخير ورمضان كريم عليكم يا جماعة الخير هو اوتوماتيك لي اصلا من يوصل 400 شخص حاليا بنحن في الحلقة نوصلهم كم من الف طبعا هالشوارع كل يبالي upgrade طبعا انا شوي كنت وفرت فلوس في الموضوع لكن هالفكرة يعني هني كان يبالي شارع بس ما حطيته هالحين بنتوك شو نقدر نسوي طبعا من خير الاسومايل ستون بنطلع من الماينس هذا عادي يعني مش مش قضية البقع اللي بنت في البداية هذي الدستركت ستشوفوا كيف نموز عنهم هني في الوسط على الاساس بحطي الخدمات حقهم هاذا تشوفون المنطقة هاي الخدمات حقهم سواء مدرسة سواء مركز شرطة سواء غيرها كم يحتاجون توسيعها نتصور هني راح يكون في مركز شرطة كبير وطبعا الفواصل عشان نخفف الضغط العام على الخط الاساسي هذا على الاغلب راح يستوي خط دائري بس ناس تقدر تتنقل ما بينه نزين الحين هذا اللي الحلو في الاندر باور كيبل هذا اللي يوفرونه طبعا عن فكرة ست اسكالان يديدة مبين بيكون فيها وايد اشياء توقع من عالم المدرة حيبون حقهم الحين بما انه عنا هاي القام يطلعون الوظائف موجودة وكل شي موجود شوفوا في طلب على الوظائف دام في طلب على الوظائف نحنا امورنا شبه طيبة حاليا يبون الناس صغير متعلمة عادية لانها مصانع صغيرة بس من يبدأون في التعليم راح يتغير الوظائع هالشارع شوي مشكك في قدراته وهني بها تصميم يديد قاعد اجربه انا شفت واحد يسوي تصميم خلنا نقول هذا مستوحى منه هذا التصميم مش منه لكن نوعا ما مستوحى منه الحين نحنا كم محتاجين حق النيكست ميلستون خمسمية وخمسين وهذا بنوصلهم الى الحينة وبيعطونا 11000 ديركت بعدنا في الماينس بس منوصل الى 400 نقدر نفتح التاكسس نوصل الى 11 في الامية عليهم كلهم هذا راح يطلعنا في البلس لفترة طيبة جدا يعني طول اللعبة بيتم 11 في الامية وفي العادة ما يضايقون الحين الخدمات اللي تتوفر جدا هاي راح يضايقنا الحين هذه المنطقة الصناعية خلنا نقول ها هذه الزاوية اقرب للبحر اللي ممكن يستوي شي خلنا نسوي منطقة هني خلنا نسوي بوز المنطقة هذي اللي شوفونها هني بعد شوفون بنبدأ اباقريدات من بنبدأ الدخل الفلوس هاي المنطقة افضل اسويها منطقة شو هاذا واي تقاطعات استوى فيه ما بقى زيدة واي تقاطعات بس اظنى بيكون عادي اذا شو سويت نسوي بالطريقة هذي نزين وهذي راح هذي مداخلة جديدة شوية للتصميم يبالي وقت لين اقدر اتعود عليها بس شو سوي نسوي بالطريقة هاي هذي بالطريقة هاي وهني راح يكون قسم النفايات خلنا نشل هذا ونحطينا جمعة النفايات اه هني تقريبا ما اظنى راح يضر هاي الوايد بس عنده ماي اتصور كلا ما عنده ماي والبيب مع واي نوعا ما خلنا نشل هالبيب هذا ويبدأ هذا يشتغل يجمع ولا يدور عادة النفايات فالحين بيستوي عنا الشغلات الناقصة تعرفون مستشفى وهالاشياء الاشياء الاعتيادية اللي نحن تعودنا عليها في سيتي سكايلين بس هي الفكرة منها لازم اول شي نفتحها المناطق المناطق يبالنا الف امية هذا من نفتحها بنشوف الموارد الطبيعية اللي عنا نقدر نلعب عليها الحين ما نقدر نشوفهم لأسف بس على ما يبدو هذي منطقة زراعية انا ما نزلت الفراشي حق الريسورس فلازم بنستعمل الريسورس اللي موجود بس هذي اذا استوت منطقة زراعية نوعا ما راح تخدمنا لنها على شارع بوحدها قريبة من السكان ما تسوي تلوث ونقدر نبني حولها ونكمل عادي يعني سويها منطقة مغلقة شوي كأنها منطقة زراعية قديمة يمتشون في المناطق خاصا فيها بمب ما يهني فاتصور راح يكون شبه منطقي بمكان وجودها بس هي الالف وامية اذا استوها بلان صح بيستوي اوكي بس انا شوي عوية الشارع مضايق لني بس قلت خلى هو اعطلنا النكهة الفريدة مالتها حاليا ما زي خلنا نكمل هذا الشارع بس نبا اساس نزيد الزحمة اا للناس نبا نعدل شوي شوارع يعني على الاقل ما في عندي بشير وغير الحين ما فيه ما يشوف الشوارع اليديدة بعدين مع الوقت خلال السلسلة خلى الناس هني تبدأ تتنقل بسرعات اكبر ما بأصرف وايد فلوس عساس ما اتوهق بعد في نفس الوقت اكون في ورطة يعني ونزيد وراح نسوي بالطريقة هاي وراح نحاول نمر على الاقل الشارع واحد اسرع من العادي في المكان هذا كتتطور بالغلط بس عادي خلوه هذا على اساس يزيد التطور والكثافة السكانية اللي موجودة اوي شوي شوي نحنا راح نسوي الشوارع اا كلها نتقلو من ترابي الى اثنين بيسك ترى ما يكسر بيوت هاي بعد ميزة ثانية حتى مواكن الباركنات هاي الاشياء لازم تتغير نزيد الحين المصانع ما شاء الله عندنا قاعد تطلب بشكل جميل لان السكان عنا قاعد يطلعوني بشكل سريع بعد في نفس الوقت اذا بهاي الطريقة نحنا قريب بنقدر نحطي حق الجماعة اللي اهني عالاغلب مدرسة مش عالاغلب بس انا هني شارع حسه شوي لو كان في اختصار لو قسمت المنطقة شوي اكثر اتصور بيكونون اوكي عادي مو بقسمها زيادة حاليا حاليا بنسوي شوي بنحطي لهم مدرسة اذا وصلنا الف وامية ونايس بنحطي المدرسة من الجهة الداخلية اهني عند الدكاكين الصوب الثاني واو اشوي ممشى هذا لازم اقرره بعد شوي منزين الحين هذا على اساس يقدر يغطي اكبر ناس ولا اكثر عدد ناس ممكن بحطيه هني هذي اه مركز الشرطة المطافي بعد شوية بنقدر نحطي مدرسة ثانية هني تخدم شريحة كبيرة من الناس وابقى خلي واحد فيهم حق مواصلات ان كل المواصلات تصب على هذا المكان العيادة العيادة طبعا راح تكون على اغلب عند هذا مندخل هذا على اغلب بحطيه في الخارج بس مش الحين لانه بخسر فلوسه منزين المناطق ولا الزونزة الحينه فاتح عندنا هو شو هذا بيفتح متى مش فورس لا نحن نبه فارمانج فارمانج بيفتح النا على الف وستمية الف وستمية نحن قريبين منا الحين نقدر نشوف الريسورتس هذا طلع بترول ممم وطلع الهناك الحبيب الفارمانج اه بترول اهنية بترول اهنية ممم موضوع يباله تفكير شوي لان الاول شي الاويل اه بيكون على خمسة الاف خمسمية عندنا الجار بتخلى الفورستر يكون الف وستمية والفارمانج الف وستمية بس نظريا مفروض نقدر نشتري منطقة من اهنية بس بتكون بعيدة بتكون بعيدة هاي بالها التفكير الحين لا الحين بخلي هاي الحين ياسين نوصل نحن الف وستمية بسهولة مو عنا مشكلة والاقتصاد جيد ماشي بشكل حلو زينا الحين خلنا نحطي عيادة حكم في مكان قدر الامكان وسطي يصل اكبر عدد من الناس اتصور هني راح يكون افضل لانا لو هني راح يكون افضل المدينة ما اخذ شوي مده بتتوي زحمه بيكون عنا شوي زحمه نحن مصانع فكر امدها بالطول على اساس مشكلة اذا مدها تفصل الهني لكن لا بمدها للطول على اساس الزحمة تتقسم من المدينة لهني تكسيم طيب نزيل خلنا نيب الشارع الترابي وهذا هني عقب شوي بسوي الاباقريدات حب 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 من يشتيو عنا فلوس لانا صيانة وكل شي راح يفرق ويانا هل اسعار وايد يعني صراحة وما تسوينا قاعد نصرف كل فلوسنا حاليا على الشوارع خلنا نوفر في البداية وهذي التاون 1600 وصلنا ونقدر نسوي منطقة زراعية اظن المنطقة زراعية هل هي مربوطة فعلا بالا كانت ولا بس بالزون ولما يحتاج اظن هاي يحتاج بس حق المناطق الزراعية الثانية مش متأكد بس خلنا نجرب خلنا نشوف اندستريال اندستريال ايريا هذا بيكون عند السكان اذا قدرنا نسوي هاي مزارع نظامية معناه اوكي والله ما لعبت اللعب يا جماعة الخير فاسمحواٌ لي على بعض الاشياء اللي انا ما اتذكرها صراحة في اشياء وايد انا مش قادر اتذكرها فمش بلئ، ليس بليدي حيلي على قولتهم ننزل ننزل نسي بالطريقة هاي اني عند المزارع اهنا انت يا مزرع الف وامية هذا بيسوي ازعاج بنحطيه شوي مكان داخل اكثر عطانا على طول ادواء اشياء زراعية هني وعطانا الفروت فيلد بس نحن نبقى لانه في خطة نوعا ما هاي مش رخيصة اربعة الاف الحبة فاطني ثلاثة بنزين وبنسوي غرين هاوس افضل غرين هاوس افضل غرين هاوس لان المنتج ما يختلف فعليا لكن المحصول يعني ما يختلف كلهم نفس المحصول ترى في اخر اليوم ما اظني في ريسورسوس نفس ما توقعت هذا معناه لو كنا اشترينا هيت المنطقة كان فرق بيانا شوي خلوني افكر في حل المعضلة هاي مشكلة البترول حاليا بدري عليه بس هذا اذا خلو بنتفاهمويا بعد شوية الحين اللي بيستوي اللي هني هايين راح يبنون مناطق صناعية وراح يزيدون الوظائف راح يسون وايد اشياء بس نحن بنحتاج الحلم الطافي وشوي اشياء وحديقة ويعني تعرفون حديقة ترى بعض شيء اساسي بالنسبة للناس فعندنا نوعا ما اماكن ممكن نستغلها كحدايق عند بيوت الناس وفي هذه البنطقة بكبرها نسويها حديقة نقدر نسوي حديقة واحدة هني مركزية ونسوي باقي المناطق حدائق صغيرة بتأثر على مساحات البيوت او نقدر نحطيها في اماكن نفس هذه ما تأثر على مساحة البيوت وهذا راح يزيد عندنا تطور المكان الزحمة بعض الامور بس شوفوا هني اول كل شيء لازم اتتمت اا ما لزحمه هذا نسوي شارع اساسي عساس الناس اللي في المفترق توقف الشارع الاساسي ما يوقف ها اهم شيء تعرفون هالسيستمات كلها اظنى مرين عليها وايد انا مرت يا يعني عليك مش شوية صراحة اذا ماكن غلطان فكلكم بتتذكرون هالاشياء خلينا نطور الشوارع مالنا على اساس المنطقة الصناعية شوي تاخذ راحتها في التنقلات ونبدأ نطور شوي شوارع الحين بتبدأ عندي لازمة كهرباء على ما يبدو بس برفع الميزانية مالة وما ببني كهرباء يديدة هذي الكهرباء ناقصة عندي اني عند البجت نرفع ميزانية الكهرباء على اساس الكل يشتغل بريحية وشوفوا والسكان ماشين وصلنا الفين تقريبا من غير اي جهد او عناء او وقت طويل بس تعرفون شو ما عندي مطافي مطافي بعد بحاول استهدف المنطقة الوسطى هني لانه في حرائق بدت اسرا من زين بالطريقة هاي بحاولون هم يطفون الحرائق بحسب معرفتهم هم هالمطافي هم يعرفون الشي يسوون يعني بيسكرية هي الفكرة البداية اصعب من اه يعني مثل ما تقولون اه التالي ولا اللي عقب هذا بكم نشتريه بترات تلاف ست مية ست مية ازين عساس اوفر خلنا نسوي حق هذا اوف لانها يستهلك مني فلوس هاكلهم يستهلكون مني فلوس وبعدين بنحول مكانهم بفورستري ولا الاخشاب نقدر نسويها مكان هاي فعليا يعني اذا اشل هاي لنا عندنا منطقة التشجير شوفوا اي مكان في شير هاي الاماكن مثلا موجودة وممكن عفكرة ما نزلت البرش ولكن على ما اذكر مثلا اذا نسوي الطريقة هاي شوفوا تقدرون تجبرون منطقة غابات نوعا ما في ستي سكايلين عن طريق اضافة شجر الحين المشكلة الوحيدة اللي انا سويته ما فكرت في بعض الامور عدل الا وهي الفراشي وهاي مشكلة ما باللعبة تم تعلق علينا هاي هاي المصيبة بحد ذاته ستي نيج مور الاكترستي اوكي بس هو عندنا عدد سكان كبير جدا خلونا نحطي واحد ثاني هني خلص منرفع انتاج الكهربا فشنج اندستري فشنج بعد والله صيد السمك حلو يعطي منظر حلو كبداية بس تعود لنا انه مش موجود فما قمت استعمل انا فعليا بشكل عالي يعني بس اللي انا بحطيه الحين اعادة تدوير اعادة تدوير مش موجود انزين الفشنج اندستري الفشنج اندستري يبالا هاربر انزين انا وش كثر عندي بحر اصلا ما عندي بحر الا اذا اشل منطقة هاي ومن هاي ابدأ فشنج اندستري مالي خلونا نبدأ فشنج اندستري ما علي عادة انا شوي مصد يا جماعة الخير اتمنى ما تزعلوا من السلسلة لان احنا مصدين خلنا نسوي مينة اوكي اول شي مينة نظامي نظامي المينة على اساس نعرف انحطي مينة اوكي لانا الحين يوم بايي على الفشنج هاربر اعني ولا بحطة الفشنج هاربر ليهو بثمانة لاف ثمانة لاف الحين بيسون عادي الحين بنضيف شوي بيوته هالسوارف بعد لان في حاجة ضخمة لمنوا للسكان طبعا هاي مناطق داخلية زين نقدر نغطيها بالكامل بالسكان ما عندي مشكلة اسوي الزحم هنا في مناطق داخلية صراحة بتطلع بيوت صغيرة بيوت كبيرة بيوت هذا بتنوع في العادة ما يضر ستي سكايلين يا حلوين خلنا نشوف من زين خلا نبدأ نضيف الناس هنا ان المواصلات هي صح شيكوار تشغله شوفوا اه لا حب تكون حفلة سلسلة اه اخ جوي لو الهي جمعة مو عندي شلتر حكم خيب الليستر الليستر ناوين علي النية هاي لنزين الحين شو بنسوي بنسوي الشارع طريقة هادي بنزين الشارع ما انه خلا يطلع من الفرضة الى هني بالضبط بنسوي الشارع هني سوي شارع هني وهذا بتستوي عندنا اللي هي المنطقة حقش اسمه الصيد منطقة الصيد بالطريقة هادي خلا نسوي الطريقة هاي محتاج منطقة الصيد يعرفون شو طريق حق الاستياد بعد طريق الاستياد هذا اني هني ونسوي الخط ما له خط بما فيه الكفاية نظريا انه يصطاد صيد كامل ويرجع لمنو يرجع للمينة والارض او الارعفون والبحر شكلها فيها صيد مانزين بالطريقة هادي هادي يعني البيسيك البيسيك مرة بيسيك في الفيشنك يعني ما في شي الحين الفيشنك هاذا مسكر يبالنا سوق سمك بس سوق السمك بيفتح مش بيفتح يباله خمسة عشر بس اول شي بتيك على السمك اذا عفونا على القوارب اذا شلون امي 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 بها الطريق بس هالطريق قصيرة حسة فيكون ممتازة ثمانين في الامية باعتبره نجاح وما بزود الموضوع ثمانين ايوه لا امية في الامية حتى مش مش ثمانين في الامية بفوق الامية في الامية شوي بعد بزودنا هنا بس انه يكفي القوارب تروح وترجع ويستويه عنا صناعة غير الضرائب تدخل فلوس هذا يفرق وايج هاي سوي فرق وايد في الاقتصاد عنا على فكرة فوق ما تتخيلون اي منطقة صناعية مزين طبعا الحين انا ما بزود هالمكان منطقة صناعية شغالة كهرباء اوكي ماي اعلى تسعة سوئين في المية اوكي بوم تاون يوالله فتح لنا وايد اشياء وايد ايوا الحين بنشتغل نحن مش ترام نحن بنتريام مترو مترو ثمانتلاف ترام ما بقى اشتغل عليه الصراحة حاليا بس الحين اللي بشتغل عليه الخدمات اللي بتتيب فيني العيد الخدمات بتتيب في عيد على خمسة الاف وخمسمية عشرة الاف نبأ مدرسة ثانوية عامة مدرسة الثانوية العامة لازم تحييز جميل يعني حتى لو اكسر بيتين مقابل اني اطلع نسبة طيبة متعلمة انا مخلي اماكن حق مترو اشياء ثانية اشوفها ولكن ما علي خلوها هذي للمستقبل وعندنا نحن اللي فتح شي زين الباصات الباصات بعدنا يمكن ما بستغلهم بخلي الناس تروح ترد بالسيارات ولكن ولكن بتمشي الحال ما عليكم الحين هو فتح لنا ايربورت ايريا ايربورت ايريا نحن ما لعبنا فيه ابدا في المطار بس هذا المكان على البحر او هذا المكان شكله مكان مطار صراحة شكله مكان مطار شكله مكان عالمي نقدر نطلع شارع ما هني وهني ونسوي تقاطع والاولوية للشارع هذا ونلغي مشروع البترول اللي هني لان ما اظني راح اسوي اساسا مشروع البترول هذا خلنا نسوي تشي بالطريقة هاي ونسوي حق الشارع واني هني شو نسوي ندعي التمب هذا واني نعطي الاولوية حق الشارع عفوا خلنا نوقف اللعبة اول شي ليش لان هذا ما يصرح بالطريقة هاي فبحطي الشارع بالطريقة هاي طبعا ما بيبدأ في المطار على طول لكن انا ارسم خطوط المستقبل حاليا وين المطار راح يكون هذا بيكون بالطريقة هاي الحين نقدر نسوي هذا هو الشارع الرئيسي كشارع واحد ورجع الدوار دفاته اساسية على اساس هالا اكيد لازم يكون شارع الرئيسي لانه بني بالمطار هني بنسوي منطقة مطار عودة هني قريب بس يستوي الاختصاد عنه شو ناجح طبعا نحن يبقى لنا بعد اشياء ثانية يبقى لنا نسوي الارض هني لانه الارض هني خربها يا حبيبي خلنا نسوي بالطريقة هاي شوي نقويها الفرشة نسويها سيدة هني بيكون المطار هاي منطقة مطار من الحين انا اعلنها منطقة مطار وما بتكون منطقة صغيرة يعني خلني اكثر من كفاية مطار عودة هادا اصلا مزين هلث كير اوكي هذا الاهتمام بالناس الاكبر سنن في المدينة عندنا بيرد داون بيرد داون هاذي راح تكون اوتو بولدز هاذا ما عندنا اللي يهدم نباني بروحها فراح يكون عندنا شوي اشكرية بسيطة مزين ايش اخبار الدخل مالنا ايش اخبار السمتش مالنا في عندنا سمتش في عندنا سمتش فرايت تراكس نيوز هاذي الشحنات موجودة اللي بيستويه الحين المفروض المفروض اننا نحن نبدأ نرفع الاقتصاد ونحن نرفع كيف اشرح الكم نبدأ برفع الاقتصاد باختصار عن طريق الفشنج هذا والفشنج ماركت اللي بينا الحين حقه فلوس بنبدأ نرفع الاقتصاد بس نبقى نسوي مكان حق الفش ماركت زين لو نشل هذا ننسل منطقة هاي ونسوي لها من هنا نشلها زين ونسوي لهم حديقة ممكن اهني او الحديقة تكون في مكان اهني تقريبا لو نشل نحط مركز الشرطة من اهني الى اهني ونشل الحديقة ما بخلي حديقة مكانها ونحطي سوق السمج اهني لا سوق السمج اهني ليش لان اذا يشتوي له مكان ان شاء الله يشتوي له مكان مش حاسب اياه سوق السمج انا حاليا هذا فش ماركت اخ مستحيل مستحيل يا فش ماركت نقدر نسوي له مكان هني بيب كمية طيبة من الزباين فوق انه بيب كمية الزباين راح يبنه خلنا سوق السمج وفي الحدايق ضافوا باركنات على فكرة احنا مش لازم ننزل باركنات في ناس وتعصب عليه لو تحطي وايد باركنات اوكي اوكي بحاول بحاول ما احطي وايد باركنات بس عند سوق السمج احنا نقدر نسوي نفس الحديقة والزيارة بعد خلنا نسوي المنطقة هذي ونحط فيها سيموتوريوم وعفو المقبرة نحط المقبرة داخل نحطيها لبرع بالطريقة هذي توصل للناس واني نشل سوق السمج ونحطيه بالطريقة هذي هذي الحين ما اذكر وين كان الباركينج بس المفروض انهم حطين باركينج وما يطلع في السيرج الا اذا انا جربت السيرج ما يطلع اللي اذا في ماكن معينة انت تروح تدور على الباركنات هنا مثلا وتحطي الباركينج بالطريقة هاي بس نحن نبا ما نزودها اصلا باركينج هني وباركينج بالطريقة هذي ونقدر نضيف عليه بالطريقة بس اهني ما عندي فلوس استوى المهم المكان في حوله شو مجموعة باركنات بس هذا احسى مبالغة حبتين فخلوني اشلها حق الناس اللي لا يهني يقدرون البركنون وخلينا اعطيهم ممر مشاهني لا بيمشون اعطيناهم باركينج بيونجرون جماعة نوع السيارة خلنا اختار السيارة الفخمة وهذا صار عنا سوق سمج سوق سمج الحينة بيعطي حق سوق المحلي امداد راح يوفر علينا ولا راح يدخلنا شوي مفروض فلوس يعني مثلا اذا نهني نحن في البجت نشوف الصناعة نشوف شو اس يدخلنا فلوس 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 من مصانع هني السمج بس مدخل والله هي ما مسوي لنا ميتين دولار ميتين دولارة مش سيئ بالنسبة لبداية يعني لانه لا تنسوا نسوق السمج فيه شق ثاني الفش فاكتري فش فاكتري بس يبه سمج ما يبه شي ثاني يعني لو نحطي مصنع سمج هني كم سعره خمسة وعشرين الف انزين نحطي هني بس مصنع سمج شو راح ينتج لنا؟ راح ينتج لنا منتجات غضاية ولا سمج يمتلج ولا سمج حق السوق وهذا المفروض انه سعره اغلى حلو؟ طبعا عنده ثمانتالاف يونت و وراح يوظف ناس وراح يطلع لنا فلوس فخلنا نحطي بالطريقة هذي نحطيه عند اسواق السمج ولا عند مصيد السمج في الحال؟ ايوه بطريقة هذي خلنا نشوف الحين هذا راح يغير مبدأ التعامل مع المورد هاي الفكرة راح يخليه اكثر فائدة بس موضوع عندنا ما عندنا سمج هذا موضوع ثاني بنقدر نحطي سمج يعني زيادة شوي ينتجه ثمانتالاف يونت يعني مش شوية وهذي يقدر ينتج كم يونت في الوضع الطبيعي ما اقدر اعرف كم يونت بالضبط 32 طن هذي يسوي بروسس حق 24 طن كل مرة يعني نظريا هذا مفروض يصدر لنا بضايع ما فيها الكفاية وموظف مجموعة عمالة شو لناك صنك لو اموت فش افاليبل بنزيد منطقة سمج ثانية ادري اشوف الصناعة صناعة عندي مزدهرة اكثر من اللازم زي هذا بنخليهم ياخذون لفة هني عساسا نوفر مكان وابا شوي زحمة في المنطقة يعني لما يطالع هني هني يكون في مجموعة خوارب اعرفتوا واني هني نحطينا شارع للمصيد السمج ثاني ولا الفشنغ هاربر ولا ميناء الصيد لان يطلعون الجماعة خلنا نشوف هذا راجع صح ما هناك بيكمل اكيد 100% بيكمل لا هذا هيا دعم وصل هني 80% بيكمل شوفوا ما اكثرهم هذا وصل لينا هني 100% الروت شبه كافي مش بشكل مبالغ ولا بشكل ناقص نزين الحين خلنا نرجع نسوي شو بالطريقة هذي يعني هو هذي الماشين مع الساحل بس باقي شوارع مش ماشين مع الساحل لا اظن يعطي جمالي اكثر وفي الواقع نسوي اكثر من هالسوال في ما يبين يعني نزين الحين يا جماعة الخيرة قضينا نساعة ترى في الحلقة يا جماعة نزين بس نحاول نرفع الاقتصاد بشكل سريع نزين الحين المباني اللي ديدة اللي عنا الالدركير الرابعة انا كنت على اساس بحطيهم في اماكن نفس هاي بس سويتهم اكيوبايت بحكم الشسمة وفي نفس الوقت الحين قاعد افكر انه راح هيخربون علي التوتال ديزاين فشو بسوي بحطيهم هنا وبعدين بسكر عليهم بيكونوا في النص تقريبا قدر الامكان يوصلون للناس نزين وعندكم واللي هي مستشفيات الياهال الصغيرة بتركب تقريبا اي مكان مش نفس الالدركير الحين هاي اللي لازم ينشلهم وبعدين نسوي لهم شوي ديكوريشن واشياء حلوة الحين نسوق السمت اوكي فو العمال فو كل شيء الحين المصانع هي اللي مثل ما نقول راح تسوي لنا شوي ازمات حاليا بس خلنا نسوي قد ما نقدر ابقريد حق كل الشوارع الطريقة هذي خلا نعطي المصانع تاخذ راحتها شوي اكثر تتطور خلاص ما بنستعمل الحين الشوارع على شوي ترابية خلاص هذا بوقفة على طول بنوقفة نحنا عنا تارجت على الاقل نوصل فوق ال5500 ونبدأ نفتح مواصلات ترزة واشياء قوية نزين الحين الشي الضروري اللي بيستجوا عندي مشكلة اعادة تدوير اعادة تدوير لسبب ما فهذا راح يسوي لي مصيبة وازمة عالمية فلازم استغل شوي ميزانيات في شو في اعادة تدوير اعادة تدوير بالطريقة هذي واحد منزين الحين هذا الحين شبه ولا 64% من شكله مبرا هذا راح يمكن يحافظ على حتى ما راح يحافظ حتى انه شوية هو يبقى انه كمية اكبر طبعا بنزيد المصانع وراح تزيد عنا المشاكلة هيترا المعلومة يعني بس خلونا نسوي ابغريد للشوارع خلص فلوسنا على المدينة نفسها على اساس نطلع من والشو من الشي هذا من الخبصة اللي هني مشتوية صبر كهرباء ما شاء الله ما لاحق تتبون كهرباء طبعا الحين انا بوهق عمري شوي اللي تابعي يعرف انه هذا شو راح يسوي تطور مفاجئ للكل بينزل السكان مرة وحدة يمكن ينزل الانكم مرة وحدة وبعدين يبدأ يطلع مرة ثانية لانه وايدين بيتطورون سبب الشوارع نفسه خمسة الاف باقي لكم ثلاثمية ما بيكفي شي الانكم خمسة الاف ترى المعلومة يعني لو شوي نتريه راح يستوي شي عالمي الحين من بنبدأ نحطي مترو داخلي شوي راح نغير النظام لان البنية التحتية با الناس تعتمد على المواصلات العامة اكثر من ما كانت قبل ما با الناس تبدأ ولا الناس تعتمد على السيارات بشكل كبير لكن كيف بحاول اوفر لهم البنية التحتية المناسبة للمترو بحاول وبعدين هم يقررون شو يسوون شوفوا الحين بالطريقة هاي الحين الكهرباء انا اعرف اشوفها عندي ازمة فيها بس للحين مثل ما تقولون قاعدين ننجو من موضوع الكهرباء لكن الكهرباء اصلا كم سعره اساسا عشرين تسعة عشر الف تسعة عشر الف الحين بني بها خلنا نحطينا شارع اهني خلنا نحطي شارع اهني لو نحطي ثنين تقريبا في الظهر بعض تضبط زي على امل يعني هذا بيضبط اخذ اربعة هذا ياخذ اربعة اربعة ولا خمسة ياخذ لحظة صبروا ياخذ خمسة بتنقصني حبة بالضبط فاذا اشل الشارع اللي هني واحطيه في الوسط يستوي عندي خمسة خمسة تقريبا عفوا ايوة بيركب بطريقة ما راح يركب فبنركب الكهرباء الثانية هني شوفوا ببساطة يعني ما ننعقد المواضيع وايد بس شوية مش وايد من زين ونحطيه لمنطقة صناعية امتده الى الخلف ونقول لين اهني مثلا في عنا ازمة ميزانية شوي ترا بالطريقة هذي بنقدر ننزل مناطق صناعية على طول راح تطلع عندنا مناطق هني لنا في حاجة صناعية في ناس عندنا في في فلوس في فلوس وعندنا من البداية السمت مهروض قاعد يدخلنا فلوس اهني هذا خسرنا هذا الله يهدا وين ام اعتمد علينا هاي مصيبة هلا بيدخل فلوس هي المصانع شو مشكلتها تنزل ماينس تطلع بلاس تنزل ماينس تطلع بلاس هذا بعدها محتاج سمت شو يمكن واحد ثالث يكفي بس مفروض ما عند خلنا نحطي سمت هذا خلنا نحطي لنا مستودع هني اذا بيت يدخلون هني ويطلعون يروحون هنا لا نحطي المستودع هني اعساس يطلعون هني يروحون سيده هنا بطريقة مناسبة خليه بلانس تخليه يونيك فيشنج موجود ما اظنني فيشنج موجود تصدقون فاكتوري برودكتس ها ممكن يخزن من التوجه اذا زاد عنه نزيل بس بما اني ما باستفيد منها خلنا نسكره والله يا جماعة مصدي تصدقون من زمان ما لعبت ستي سكايلين لدرجة محتاج شوية عادة انعاش في بعض المعلومات صراحة ستي سكايلين لعبة ضخمة جدا نزيل الحين شكل المدينة تقريبا راضي عنها راح تطلع هني عنا داون تاون على امل عماير واشياء حلوة وهني بنطلع حدايخ زيادة وهني بنسوي مواصلات نيو بلدنك الحين نحنا ما نباك انتا نحنا نباك المترو المترو وثمانتالاف بس ديبوت بس باس بنحتاجه في كل الاحوال ياخذ لفة هني ياخذ لفة هني ويكون في مترو فالبس ديبوت لنا حشرة بنحطي عندنا في المنطقة الصناعية هني ديبوت البس وبنسوي لفة داخلية على هني بيكون مترو صح فبنسوي صوب المترو عفوا نخلنا نشله من هني ونسوي لفة هني ونسوي لفة هني ولفة هني ولفة هني ولفة هني ولفة هني بس عسب مية بالعيد الحبيب ولفة هني أبا الناس تمشي لبرع من المركز ما تمشي في المركز بالطريقة هاي وبنسوي لفة ثانية عكسية من الداخل بحاول أخليها ما تتصادم مع باقي الناس بالطريقة هاي ويرجع يشل الناس يبهم هني يعني هاي اللفة ما تضارب مع هاي اللفة في ناس تقدر تمشي لهني تيل المترو اللي بيكون هني وناس تطلع برع تيل المترو اللي هناك كذلك راح يكون مع منو مع هذا لان المترو راح يكون هني شوفونا فالناس تقدر شوي تمشي عادي بيون هني بيرد يطلع ينزل اللي يبا ينزل بالطريقة هاي ومن داخل لفة داخلية بالطريقة هاي اللي يبا يمشي طبعا اللفة الخارجية على الغلب راح تتغير بعدين بس ما علي وبيون يمشون للمترو اللي بيكون هني فالباصات ما راح تطلع أول شي شوارع عامة تسوي زحمة ثاني شي ما راح هم يلتقون مع بعض عساس يسوي زحمة داخلية عندنا والباصات بحد ذاتها راح تشل زحمة كبيرة من زين اه نحن شوكنا نبا حاليا نزيد من الكهرباء والماء لانا الكهرباء عندنا زينة بس منزيد الماء مضخة ثانية اظنى ووتر تريتمنت اذا ما كنت قطعنا حتى مش الماء مفروض نظريا نزين ايوه سيويج تريتمنت لازم نزيد حبه السيويج حطيناهم هني بيكونون غروب السيويج نزين بسويهم بطريقة هاي ونبا نحطي اعادة التدوير اعادة التدوير راح تاخذ مننا ميزانية بسمي لنا النفايات الزايدة اللي عندنا لازم نحرقها صح واللي بيحرقهم حقنا منه اعادة التدوير هاي حقيت اربعة بكل الفلوس اللي عندي اذا احطي اثنين غير اتصور راح يكون اوكي مش واحد اثنين لانا الحين اشوفوا لاندفل ستوريج مليون كذا ستة وتسعين الف وشوية ستة وتسعين الف يعني اذا ما حطينا زيادة على اساس يحرق اكثر من المخزن هذا راح يتعبه والمدينة راح تتعبه شو الله يعزكم اا قمامه وهذي مشكلة ضخمة احنا ما نقدر ندخل فيها فلازم ونكون في السير بلس ولا في الزيادة على اساس حتى نحرق اللي الحين موجود داخل لا الفاساليتي مانه اللي هي ارض القمامه ولا مكان تجميع القمامه لازم بعد نتخلص مننا الحين هذا بيبدأ يتخلص شوي شوي عنا كباستي فوق بس نحنا قاعدين نتوسع بسرعة كبيرة جدا هاي يمكن اسرع المرات اللي توسعنا فيها الهايوي عندنا تولين هايوي تشوفوا الدخلة وطلعة خايصة ترى صبر ليش؟ لأن الدخلة هني أنا حاطلنا على أساسي مشي الحالة فالحين خلنا نعدل دوارنا ونعدل هذا هذا يباله ثريوي لازم فاستوى الحين لدينا دوارنا النظامي أكثر أول كان يفلتر لأنه كان الشارع غلط بس الحين مفروض أنه ما يفلتر مفروض مفروض شيء بعد الواقع شيء ثاني الشيء ثاني اللي نبن نفتحها نحن بعد على الـ 5500 الهت كوارتر راح يغطي لنا مناطق كبيرة نقدر نسحب الفسلية الصغار مالنا في الصناعية ونقدر نحط الفسلية الكبار حق المدينة لنهاي راح تكون مدينة كبيرة بدل ما نحطي ألف محطة شرطة صغيرة ولا مركز شرطة صغيرة نقدر نحطي أشياء كثيرة نزين على ما يبدو السمك راح يشكل بالنسبة لنا يعني معضلة صغيرة فخلونا أني نحطي هذا نسويه مينة رسمي للسمك نزين الحين يصبر السمك مالنا هذا ما أخذ المساحة اللي هني كامل صح؟ نبقى نأخذ هاي المساحة نحن نحق السمك أو ممكن نبدأ نستغل هاي المساحة بعد بس راح يأخذون درب طويل لهناك ويرجعون على أساس المصنع إلا إذا ننقل المصنع مكان ما هنا نزين أو ممكن نحطي فش هني ممكن هني لأنه هني بنمتد في الصناعة الزراعة هني راح تكون نوعا ما نبقى صناعة ثانية بعد ترى اللي يدخل علينا فلوس نزين فبالتالي شو بنسوي هني بنمد المنطقة السمكية مالنا نزين نكالنا الحين بانتظار حبيب القلب منه الميترو يفتح حسب نبدأ تأسيس المدينة بشكل صحيح خلنا نسوي الشكلة أنه ما يكون تار شكلة غلط مش مينة يعني حاليا لازم يبين شكلة عميك نشوفوا الحين شكلة مينة أكثر عن أول نقدر الحين براحة نفسية فيشنغ هاربر في حق أنشوفي وفي حق سالمون الحين أنشوفي الأصفر السالمون الشلفش أحمر هذا بس سالمون نحن نبقى خلنا ناخد واحد متخصص وياخذ المنطقة هاي كامل نسوي شيء بالطريقة هاي تعالي الشارع ولاينين نوصلك هني بالطريقة هادي وانت تعال بالطريقة هادي أظني لأنه نشوفي واحد راح يوفر علينا المفروض أن يوفرنا الكمية الكافية نحن ما بقى أسوي مشكلة أوبر برودكشن الصراحة يعني ما بقى أسوي إنتاج أكثر من اللازم مشكلة هادة راح يسبب لنا أزمة ثانية صبر ما نقدر نحطي جنبها محطة ثانية فشو بسوي بشل هذا بوديه البحر الثاني يسحب لنشوفي اللي هني كله بالطريقة هادي ويمر في وسط هايل ويرجع إن شاء الله ما يدعمون مسافة ولكن مسافة ولكن أول شي عشر منفروض ليش يكتب لي ترك منفروض بوت مفروض عشر بوتات يطلع عنه ها الترك داخل تخزين مفروض الحين بوتات تطلع على الدرب هذا وشو تسوي هنشوفو هذا هني ما بيعبيه بيوصل لازم مكان فيه نشوفي شوفو يوصل هني بيعبيه على هذا بيعبي إمية في الإمية موضوع ثاني بس صار عندنا بعد مصنع خلنا نقول بعد مصنع من السمج ما يوقف إمية في الإمية ثمانين في الإمية تسعين أكثر من رابع بس ممتاز يعني هادي مفروض توفر لنا بعد رحلة سمج ممزين الحين المشكلة شو هي مش مشكلة فعليا شلفش نحنا نبو هذا وهذا لازم نصيد مليونين سمجة وردي وصلني ثلاثمائة ألف يعني مش سيئة الفضع مثل ما تشوفون عنه وايد سمجة قاعد نصيد بعدين المنطقة هاي رتش يعني شلفش رتش صراحة فبعدين بنركز على الشلفش اللي في الوسط ها بخلي شغال عحين شوي فترة على أمل أنه شوي سوي يكفي السمج حق المصنع ويكفي السمج حق سوق السمج لأنه سوق السمج بعد ناكصلنا السمج بشكل كبير جدا هذا رايح الفش ماركت يودي لهم هو بعد المسافة تلعب ترى دور ترى مسافة شوي بعيدة مسافة حبتين بعيدة طبعا نجهز للحلقة اليايا عندي أنا ليرننك كيرب شوي أسوي اللي هو بالطريقة هذي درب المطار أنا عندي شوي تعلم لازم أتعلم موضوع المطار لأنه ما تدخلت في موضوع المطار ولا الإيروي هذا هذا كستوم ميت بالكامل نزين ويبالى ميزانيات صراحة بس نحن ما عندهم أزمة فعلية في الميزانيات حاليا أبدا وضعنا طيب وضعنا فوق الطيب بس أهم شي هاي اللي تمون شغالين شوي فأظن في الفيديو القادم نشوفكم إن شاء الله على خير ونشوف شوي يصطلع بينا في المترو ونحل شوي يشغال على عمل يزيد أدد سكان ما بيزيد اللي إذا نحن زدناه فعليا لكن بندبرها ما عليكم المدينة اللي حين شكلها ما شيء بشكل سلس يعني ونحطينا باصات شوي خفت سيارات فنشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة